اهلا بكم من جديد كان يخرف هاتويانا في حكومة اليابان حكومة باغلبية ضئيلة وتأييد شعبي يتراجع الى الحدود الدنيا وعود اقتصادية وتجديد على التحالف مع واشنطن وتجنب للحديث عن القاعدة الامريكية غضب شعبي يتفاعل ويشق الائتلاف الحكومي الكبير ويهدد الحكومة الجديدة بالمصير نفسه اليابان قوة اقتصادية تتجاوز القرى ونفوذ سياسي يعجز عن ازالة قاعدة قاعدة اوكيناوا اقوى من رؤساء الحكومة في اليابان ورمز للنفوذ الامريكي في البلاد فهل تصمد حكومة كان ام تسقط على بوابة قاعدة اوكيناوا انتخب البرلمان الياباني وزير المالية السابق نووتو كان خلفا ليوكيو هاتو ياما الذي استقال بسبب خلافات حول القاعدة الامريكية في جزيرة اوكيناوا وفضائح مالية لطخت سمعة حكومته رئيس الوزراء الجديد ناشط يساري سابق كان يتولى ايضا منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة هاتو ياما التي جاءت الى السلطة العام الماضي بعد ان حققت فوزا صاحقا وانهت حكم المحافظين الذي استمر نصف قرن بشكل شبه متواصل كان حدد مهمته الاولى باعادة بناء البلد واقامة حزب قوي يمكنه انجاز ذلك وتعهد بتنشيط الاقتصاد الذي يشهد طباطعا منذ ازمة قطاع الاستثمار مطلع تسعينات القرن الماضي اما في موضوع القاعدة الامريكية فقد تجنب كان الخوض في الموضوع واعطاء وعود محددة لكنه شدد على اهمية بقاء العلاقات الامريكية اليابانية حجر الزاوية في السياسة الخارجية وقد تمكن كان من الفوز باغلبية ضئيلة بتحالفه مع حزب الشعب الجديد بعد انسحاب الديمقراطيين الاجتماعيين من الاتلاف احتجاجا على عدم ايفاء هاتو ياما بوعده بنقل القاعدة الامريكية من جزيرة اوكيناو الامر الذي جعل نسبة التأييد لحكومة هاتو ياما تتراجع الى ما دون 20% وتضع كان في اجواء معركة شاقة لكسب التأييد من جديد مشاهدين عن هذا الموضوع بعضه وتدعيته ارحب من دمشق برئيس مركز دراسات الصين واسيا والسفيرة السورية الاسباق في الصين الدكتور محمد خير الوادي من القاهرة رئيس وحدة العلاقات الدولية في مركز الاهرام الدكتور عماد جاد عبر الهاتف من توكيو مرسلنا خلدون ازهري ابدأ معك سيد ازهري هل ستمكن الاغلبية الضئيلة برأيك حكومة كامل استمرار في الحكم بالتأكيد هذه الاغلبية سواء كانت طئيلة او كثيرا فهي تمثل اغلبية البقاعد وبالتالي لا خطر علي من الناحية القانونية والتشريعية للاستمرار في الحكم في الواقع الخطر الرئيس امام رئيس الوزراء المقبل المتخب كان هو في الواقع الانتخابات التي ستجري في الشهر المقبل لمجلس الشيوخ ولهذا يريد الآن تركيز على تحسين سمعة الحزب وتحسين سمعة الحكومة وبأنه فعلا جاء بصريق جديد ليس له اي فضاء احملية واذا لا يريد المواجهة مع الولايات المتحدة في مجال القواعد الامريكية في واكيناوة يعني يريد تهديئة اللعب كما يقال على الاقل كي يخرج من الاتخابات المقبلة بنتائج جيدة ولا يخسر المقاعد التي بحوزة حزبها يعني خلدون هذا يعني بأن تجربة هاتوياما ستكون درسا يستفيد منه كان الرئيس الحكومة الجديد في اعادة شكل العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية هذا خارجيا وداخليا بموضوع الملفات الاقتصادية بالتأكيد يعني أدرك الجميع أنه عندما جاء هاتوياما إلى السلطة أدلا بوعد أنه لا يقبل بوجود قاعدة جديدة في اوكيناوة وحتى يجب نقل هذه القاعدة إلى خارج اليابان بعد استعادة قاعدة فوتينما ولكنه في نهاية الأمر قابل راضخا بالمخطط الأمريكي قابل صاغرا بذلك وأدرك الجميع أنه غير قادر على تحريك أي حجر في رقعة شتونج التي تمثل العلاقات اليابانية الأمريكية من الناحية العسكرية وهذا ما يدركه ناوتو كان أيضا في هذه المرحلة ولهذا لا يريد طبعا التورط بإطلاق مثل هذه التصريحات عن تغيير جزري في مسار العلاق وفي المعادلة العسكرية بين البلدين على الأقل إطلاق تصريحات تضمينية ولكن بنفس الوقت عدم اتخاذ سياسات على حساب شعب اوكيناوة تدخلون ولكن هل تعتبر بأن جزيرة اوكيناوة ستبقى الموضلة التي تواجه أي رئيس حكومة في ظل المعارضة الشعبية لعدم وجود هذه القاعدة وبرأيك هل مزالت هذه القوة الشعبية موجودة ضد القاعدة الأمريكية في الوقت عدد القوة الشعبية تتزايد بشكل لم يستقله مثيل في اليابان وتمعنا تصريحات من نواب ينتمون إلى أكيناوة بأن المواجهة بدأت الآن المواجهة الحرقية بعد أسبوع أو أسبوعين تقريبا ستجري مظاهرة ضخمة في مدينة ناقوة وهي الموقع المرشح للقواعد الأمريكية الجديدة عوضا عن فوتينما وهذا يعبر عن أن الشعب في أوكيناوة وحتى في المحافظات المجاورة يعارض بشكل أكثر من قبل وعطاء أي أرض وأي شغل للأمريكيين في هذه المرحلة وبالتالي فإن الحكومة اليابانية إذا حاولت أن تفرض على شعب أوكيناوة القبول بذلك تحت شعار وجود اتفاقيات أمريكية يابانية سابقة أو لاحقة فإنها تتقع في مواجهة ربما خطيرة مع شعب أوكيناوة وبالتالي فإن ناوتو كان سعلا أمامه امتحان عسير في المرحلة المقبلة كيف سيوافق بين المشاعر ومعاناة شعب أوكيناوة وحبوق شعب أوكيناوة وبين المطالب العسكرية الاستراتيجية ليس هناك شيء إلا سيكون على حساب الشيء إذن الامتحان الأصعب سيكون أمام رئيس الحكومة اليابانية الجديد كان أشكرك عبر الهاتف من توكيو مرسلنا خلدون أزاري على هذه المشاركة أنتقل إلى القاهرة دكتور جاد لماذا الإصرار الأمريكي على إبقاء قاعدات أوكيناوة في اليابان على رغم هذه المعارضة الشعبية الهائلة والتي تزداد يوما بعد يوم يعني هذه الترتيبات ما بعد الاحتلال الأمريكي لليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية اليابان استسلمت للولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة قامت بكتابة الدستور الياباني ووضعت النظام ومنعت اليابان من امتلاك جيش قوي وامتلاك سلاح متطور وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤولة عن أمن اليابان وهي التي توفر لها المظلة العسكرية وقاعدة إيتيناوة هي رمز لهذا الوجود العسكري الأمريكي داخل اليابان وبالتالي ربما القضية هنا لها شقين الشق الأول هو من يعارض الولايات المتحدة الأمريكية بصفة مبدئية في اليابان وهو الأمر الذي لعب عليه رئيس الوزراء المستقيل حينما تعهد لناخبيه وللرأي العام الياباني والأهل يكنوا بالتحديد بأنه سيعارض العولمة الأمريكية ويقيم علاقات مع الولايات المتحدة على قدر أكبر من الندية وينقل القاعدة العسكرية الأمريكية ثم اكتشف أن العلاقات والأسس الموجودة أقوى منه كثيرا فاضطر إلى الاستقالة أو ضغط عليه لكي يستقيل النقطة الثانية هو من يرفض وجود القاعدة لأعتبرات عملية مثل أهل كناوة الذين يعانون من التلوث ومن المشاكل التي يصيرها وجود القاعدة نعم نعم طبعا سأعود إليك دكتور جاد انتقل إلى دكتور خير الوادي يعني دكتور خير الوادي كما يتحدث الدكتور جاد من القاهرة إذن هل الحكومات السؤال الذي يطرح نفسه المتعاقبة في اليابان مقيدة باتفاقية الاستسلام بعد الحرب العالمية الثانية حتى الآن هذه الاتفاقيات لا تزال سارية ترجمة نانسي قنقر